الحلقة هذه كما وعدتكم فإنني أأخذ مثالا شخصيا أخذت لكم مثالا علميا وعمليا حول شخصية عبد الله بن سبا وأخذت لكم مثالا علميا وعمليا حينما حدثتكم عن حديث الكساء اليماني الشريف وهذا مثال ثالث من واقعنا المعاصر منهجية التحقيق والبحث عند محمد رضا السيستاني الذي يعد الآن ويهيأ للمرجعية بعد أبيه إنه مرجع الشيعة القادم المتوقع البداية ستكون من هنا قبل أن أشرع في البداية لا بد أن ألفت أنظاركم من أنني لن أسهب كثيرا في التعرض لمنهجية محمد رضا السيستاني سأتحدث إلى حد ما إلى الحد الذي تتضح الصورة عندكم لا أجد ضرورة الآن لإدخاله إلى سونار القمر المركزي إذا ما كانت هناك ضرورة أن أدخله إلى سونار القمر المركزي سأدخله في الوقت المناسب لكنني سأحدثكم عن منهجيته البعيدة والبعيدة جدا عن منهجية العترة الطاهرة وهذا الأمر ليس خاصا به هو على منهج أبيه وأبوه على منهج المراجع الذين سبقوه إنهم مراجع حوزة الطوسي مراجع سقيفة بني نجث إنها سقيفة بني مرجعية سأبدأ من هنا من هذا الكتاب الفكر الرجالي في منظور السيد محمد رضا السيستاني إنها رسالة دكتوراه من قبل الطالبة هدى رشيد سلمان هكذا جاء في عنوان هذه الرسالة أطروحة مقدمة إلى كلية الفقه بجامعة الكوفة جزءا من متطلبات نيلي درجة الدكتورة في الشريعة والعلوم الإسلامية الأصح والأدق أن يقال جزء من متطلبات نيلي درجة الدكتورة وليس جزءا يمكن ذلك بتوجيه من التوجيهات يمكن ذلك ولكن رسالة دكتوراه وفي موضوع إسلامي لا بد أن تكون لغتها متقنة ولا بد أن يكون نحوها أتحدث عن علم نحو دقيقا خصوصا في العنوان والتعريف أطروحة مقدمة إلى كلية الفقه بجامعة الكوفة يفترض أن يقال جزء من متطلبات نيلي درجة الدكتورة في الشريعة والعلوم الإسلامية ويمكن أن تكون جزءا بتوجيه من التوجيهات على أي حال هذا أمر قد يكون مهما من جهة من الجهات وقد لا يكون مهما إذا كان مقصدنا أن نبحث عن المضامي إشراف وتقديم الأستاذ الأول المتمرسي في جامعة الكوفة الدكتور محمد حسين علي الصغير الفكر الرجالي لا يكون فكر من دون أرضية متينة تبتني على معطيات واضحة وصريحة وأعتقد أني في الحلقة الماضية وقفت عند الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات والتي جاء فيها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقفت عندها ومن خلال الوقوف عند الآية تبين وبشكل واضح من أن القرآن يرفض علم الرجال مطلقا فإذا كان القرآن رافضا لعلم الرجال وهذا ما سأبينه أيضا في هذه الحلقة بحسب ما يسنح به الوقت فإذا كان القرآن رافضا لعلم الرجال ومسقطا لاعتباره فمن أين جاء هذا الفكر حينما نقول فكر يعني هناك أرضية يعني هناك أصول هناك ثوابت فإذا كان القوم يتحدثون في أجواء الدين والقرآن يرفض علم الرجال جملة وتفصيل فمن أين جاء هذا الفكر ماذا المهزلة سأبين مثل ما بينت في حلقة يوم أمس من أن القرآن يرفض علم الرجال جملة وتفصيل فعلم الرجال جهالة وجهل جاءتنا حوزة الطفسي المشؤومة بهما من قذارات نواصب السقيفة بني ساعد العنوان مختل أي فكر هذا في أجواء الدين إذا كان القرآن يرفض علم الرجال فأي فكر هذا إلا إذا أردنا أن نقول الفكر الرجالي الناصبي القذر في منظور السيد محمد رضا السيستاني إذا كان هذا فهذا كلام صحيح لأنه سيكون منسجما مع رفض القرآن لعلم الرجال بكل تفاصيله أما المشرف على الرسالة فماذا أقول لكم عنه الدكتور محمد حسين الصغير إنه من وجهة نظري ولا أريد أن أحمل الآخرين وإن كان كثيرون يقولون كما أقول لكنني لا أريد أن أحمل أحدا هذا القول هذا القول أنا أقوله إنه بالتعبير الشعب العراقي اللوقي السيستاني الأول في النجف تعترضون على كلامي ولكنني سأثبت ذلك لكم لأنكم مستعجلون دائما أنا سأثبت ذلك لكم هذه الرسالة رسالة دكتور في الأجواء اللوقية السيستانية تذكرني هذه الرسالة برسائل الدكتوراء في أيام صدام والتي كانت تكتب تحت هذا العنوان دراسة في فكر الأستاذ عدي صدام أي فكر عند عدي قطعا أنا لا أريد أن أقايس بين شخصية عدي ذلك الحيوان المجرم وبين شخصية السيد محمد رضا السيستاني فهذا من أولاد رسول الله ولا أريد أن أقايس بينهما على المستوى الشخصي إنما أقايس بين الحالتين اللوقيتين فمثلما هناك حالة لوقية أنتجت لنا رسائل دكتورا في فكري ومنهجيتي وثقافتي الأستاذ عدي صدام حسين هذه الرسالة من هذا القبيل في نفس الأجواء اللوقية السيستانية في أجواء مراجع النجف هناك طبقات وأنا لا أريد أن أطيل الكلام بخصوص هذه الطبقات فكل طبقة لها مميزاتها وخصائصها هناك طبقة اللقامة وهناك طبقة العظامة وهناك طبقة اللحاسية وهناك طبقة الحبر بشية وهناك طبقة اللوقية هذه طبقات موجودة في أجواء مراجعنا العظام في حوزتنا التي تنتج لنا الفطاحلة عبر العصور بعد الفطاحل ما طلعونا من يومكم فرد فطحول فطحل فطحل أفطاحل طلعونا طلعونا فرد واحد خلينا نشوف هذا الإنتاج الفطحلي من حوزة الفطاحل وين هذة وين هم ذول الفطاحة شوفونا فرد فطحل فطحل فطحيل فطحيل أي شي رأونا خلينا نشوف في هذه الأجواء عندنا لقامة وعظامة والحيسية وحبر بشية كل عنوان له مواصفاته وعدنا لوقي باعتبار أنني أتحدث عن اللوقي الأول السيستاني في النهجة الدكتور محمد حسين الصغير اللوقي يعني المتملق باللغة العربية يعني المتملق ولكن في الثقافة الشعبية العراقية يقولون اللوقي والجمع اللوقية في لغة العرب متملق والجمع متملقون وهناك متملقون متحذلقون يكون متملقا ومتحذلقا في الوقت نفسه على أي حال أنا سأقرأ عليكم مما كتبه اللوقي السيستاني الأول في النهجة أتحدث عن الدكتور محمد حسين الصغير الذي يشرف على هذه الرسالة أهلوقية كلامي سيهتضح جليا هذا الكتاب الإمام السيستاني أمة في رجل وهو قرآن السيستانيين هذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاخ الطبعة الأولى 2008 ميلادي هناك مقال مهم للدكتور محمد حسين الصغير صفحة 105 يبدأ هذا المقال عنوانه السيد علي السيستاني مرجعا مقال كبير وفيه كلام كثير لكنني سأقرأ عليكم بعضا من كلماته وأنتم محكموا بأنفسكم صفحة 116 تحت عنوان مرجعية السيد السيستاني كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا هذا حجي خبن الموجودين بالنجف يدرون شلون صارت مرجعية السيستاني محمد تقي الخوئي ما خل مكان ما قصده في النجف وفي قم وفي سائر الأمكنة التي يتوقع أن يجد فيها شخصا ينصبه مرجعا لشيعة كي يبقى هو متسلطا على الواقع الشيعي يبقى محمد تقي الخوئي وكي يتصرف بالثروة المالية الهائلة التي خلفها أبوه الخوئي السيستاني كان موجودا إلى جانبه في النجف فما التفت إليه ذهب إلى كل مكان إلى أن فشل في أن يجد مرجعا دمية بيده بحسب المواصفات التي يريدها فما وجد أحدا يقبل أن يكون دمية وألعوبة بيده فاضطر أن يعود إلى السيستاني فما إن أشهر إلى السيستاني إلا وجاءه راكضا وعض بنواجده على هذه المرجعية وصار غلاما صغيرا عند محمد تقي الخوئي إلى أن تمكن فانقلب على آل الخوئي حكاية السيستاني تحدثت عنها بالتفصيل وبالوثائق وبالأرقام والحقائق في برنامج مجزرة سبايكر يمكنكم أن تعود إلى ذلك البرنامج بالوثائق والحقائق والأرقام والدقائق فمتى كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا كانت مرجعية السيستاني حدثا عالميا فاصلا فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية لأنه متأكد من أن أحدا لن يقبل به والسيستاني بعيد عن الأنظار علي الغروي من مراجع النجف أصدر فتوى بحرمة تقليد السيستاني وهناك من يقول من أن سبب مقتله هي هذه الفتوى فلقد قتل قتلة شنيعة في الشارع مزقوه بالرصاص بين النجف وكربلاء عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر وستجدون التفاصيل كاملة فالسيستاني لم يطرح نفسه للمرجعية لأن أحدا لن يكون راضيا عن مرجعيته وإنما اضطر محمد تقي الخوئ أن يتبنى السيستاني مرجعا والسيستاني بعيد عن الأنظار ولكنها الإشاءة الربانية التي رشحت رجلا لم يعمل للمرجعية ولم يعمل له أحد فيها الذي نصبه محمد تقي الخوئ وهو الذي قام بكل شيء جاءته عفوية تلقائية واستقرت عنده في رحاب أغر ومقام أشم حتى أنه قد لا يعجبه هذا التوجه إليه وطالما أبان أنه في غنى عن هذا المنصب إذن لماذا كل هذه الأموال الهائلة التي أمرت بإنفاقها يا أيها السيستاني لأجل مرجعية ولدك محمد رضا هذه معلومات ومعلومات دقيقة وأنا لا أنقل لكم من الفيسبوك ولا أنقل لكم من أي أحد يتكل أنا آتيكم باللبني من ضرع أمه إلى آخر هذا الهراء وهذه الأكاذيب التي يسطرها لنا اللوقي الأول اللوقي السيستاني الأول في النجاف محمد حسين الصغير في المقال نفسه صفحة 127 وهو يتحدث عن مرجعية السيستاني بشكل خاص وعن المرجعية في النجاف بشكل عام يقول في النقطة الثامنة في صفحة السابعة والعشرين بعد المئة لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم على من سواهم الكل سواسية كأسنان المشت أنا أسأل النجفيين وأسأل طلبة الحوزة هذا الكلام صحيح بحق بحق أمير المؤمنين عليكم هذا الكلام صحيح موجود عند السيستاني أو عند المراجع الذين سبقوا أو عند المراجع الذين يعاصرونه الآن أو عند مراجع الشيعة في النجاف في كربلا في قوم وفي أي مكان آخر هذا الكلام صحيح لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصهارهم على من سواهم الكل سواسية كأسنان المشت وقد جرت العادة أن يوصي كل مرجع بالمال الذي يعود لمقام المرجعية ما بين قوسين الحقوق الشرعية إلى المرجع الذي يتعين بعده لا لأولاده ولا إرث فيه لأحد من فعلها من المراجع كذاب أنت يا أيها الصغير كذاب أنت أنت عاصرت مرجعية محسن الحكيم وكنت من اللوقيين فيها أيضا فهل فعل محسن الحكيم ذلك وورث الأموال للخوئي من بعده أو هم كانوا حينما كان الحكيم على قيد الحياة الخوئي والحكيم مثل البزون والشلق مثل البزون والجريذي شلون يورث الأموال وين هذا بيا تاريخ بيا مكان مو أنت عاصرت هذه المرجعية يا محمد حسين الصغير وكنت لوقيا فيها أيضا وعاصرت مرجعية الخوئي وكنت لوقيا فيها أيضا فهل نقل الخوئي الثروة المالية الهائلة إلى المرجع الذي يأتي من بعده محمد تقل الخوئي انقطع قلبه وهو يدور لعلى واحد حتى يتفق إلى أن طاح بالسيستان وهذا الواقع الذي حدث في النجا أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة أنا أتحدث عبر الأقمار الصناعية وكذبوني كذبوني كذبوني ما هذه المعلومات تعرفونها جميعا جميعكم يعرف هذه المعلومات وبقية المراجع على طريقة نفسها الأوقاف الأوقاف والعقارات الوقفية يصون بها إلى أولادهم كي يتصرف فيها ما هي وصية محسن الحكيم هكذا ووصية الخوء هكذا والبقية على نفس الطريقة وعلى نفس الجديلة والمنوال فأي كذب هذا لا تفضيل في سيرة مراجعنا العظام لأبنائهم وأصغارهم على من سواهم الكل سواسية كأسنان المشد وقد جرت العادة أن يوصي كل مرجع بالمال الذي يعود لمقام المرجعية ما بين قوسين الحقوق الشرعية إلى المرجع الذي يتعين بعده لا لأولاده ولا إرث فيه لأحد والله هذا الكلام يخالف الواقع بدرجة مئة بالمئة هذا هو الذي أقول من أنه اللوغي الأول صفحة مية وثلاثة وثلاثين من المقال نفسه وهو يتحدث عن إجواد الشهر الثاني الذي بيده كل الأموال في إيران ما أنت تكذب نفسك بنفسك كل الأموال بيد جواد الشهر السيستاني هو صهر السيستاني ليس عنده من كفاءة إلا أنه زوج بنت السيستاني هذه كفاءته التي يمتلكها وهذا الأمر يعرفه عنه الصغير والكبير في أوساط المعممين كفاءته أنه زوج بنت السيستاني ماذا يقول عنه محمد حسين الصغير بأنه رجل الرجال وبطل الأبطال دون مبالغة أو محابات هكذا يقول بما جعلني أقول بسبب إعجابه بعظمة إجواد الشهر الثاني بأنه رجل الرجال وبطل الأبطال سوبرمان الرجل الوطواط باتمان رجل الرجال وبطل الأبطال دون مبالغة أو محابات لوقية هذه لهم لوقية شو تقولون أنتم لوقية لهم لوقية إجواد الشهر الثاني رجل الرجال وبطل الأبطال لا تخلونا نفتح الملفات لا تخلونا لا تخلونا نفتح الملفات ونحش لما ينحش خلونا ساكتين أي رجل للرجال وأي بطل للأبطال هذا هذه هي اللوقيين وفي الكتاب نفسه هناك مقابلة مع الصغير هذا هذا كذب صريح كذب صريح صفحة 431 ماذا يكذب علينا الدكتور المتمرس الأستاذ الأول في جامعة الكوفة الذي يشرف على هذه الرسالة على رسالة الدكتورة هذا ماذا يقول محمد حسين الصغير فآلة المرجعية بكل أطرافها للسيد السيستاني نعم هناك مرجعيات عظام مثل السيد محمد سعيد الحكيم والمرجع الشيخ إسحاق الفيات والمرجع الشيخ بشير النجفي والمرجع الميرزى أجواد التبريزي مرجع والوحيد الخراساني مرجع والسيد الصادق الشيرازي مرجع والمراجع عدة وهناك منهم مراجع في الظل وهم جميعا مراجع ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني ماذا يقول بإجماعهم على ذلك بإجماع بقية المراجع متى أجمع المراجع على مرجعية علي السيستاني ماذا الكذب متى أجمع المراجع على مرجعية علي السيستاني ويقول الوحيد الخراساني من جملة الذين أجمعوا على مرجعية السيستاني ويقول جواد التبريزي ويقول صادق الشيرازي محمد سعيد الحكيم ما محمد سعيد الحكيم والسيستاني كانوا مثل الشلب والبزون مثل البزون والجريذي مثل الحية والبطنج مهشكل كانوا وهذه القضية ما هي بخفية على الحوزويين في النجس ماذا الكذب ولكن برز من بينهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بإجماعهم بإجماعهم على ذلك بإجماع بقية المراجع شا تقولون اللوقي السيستاني الأول كلامي صحيح لو مو صحيح شا تقولون بحق أمير المؤمنين عليكم شا تقولون هو هذا اللوقي السيستاني الأول الذي يشرف على هذه الرسالة التي عنوانها الفكر الرجالي سيستاني ملخ في منظور السيد محمد رضا السيستاني سنفتح الرسالة ولكن اعرضوا لنا صورة لمحمد حسين الصغير ربما البعض من المشاهدين لم يكن قد رأى صورة اعرضوا لنا صورة محمد حسين الصغير هذا هو الأستاذ المشرف على أطروحة الدكتورة هذه الصورة الثانية هذا هو محمد حسين الصغير الذي وصفته وعلى مسؤولية اللوق السيستاني الأول في النجاف وأثبت ذلك من كلامه المطبوع في قرآن السيستاني الإمام السيستاني أمة في رجل نبدأ حديثنا مع هذه الرسالة مع هذه الرسالة اللوقية المشرف عليها اللوقي الأول من اللوقيين السيستاني في النجاف محمد حسين الصغير والعنوان مخالف لفكر القرآن القرآن يرفض علم الرجال جملة وتفصيلا فمن أين جاء هذا الفكر الرجالي هذا فكر شيطاني الفكر الرجالي الشيطاني في منظور السيد محمد رضا السيستاني أين طبعت هذه الأطروحة لتكملة المنظومة اللوقية لقد طبعت في دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع إنها منظومة اللوقية متكاملة ما بين اللوقي السيستاني الأول في النجاف الذي يشرف على هذه الرسالة وما بين هذا العنوان اللوقي السخيف الذي يتعارض مع القرآن الكريم وما بين الطباعة في دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع حزيران 2019 ميلادي شهر رمضان 1440 هجري قمري جمهورية العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان العراقيون يسمونها أيام صدام في الأجواء الشيعية وزارة التعليم العاني والبحث الراوي لأن أكثر الشهادات من عان وراوة من المدن السنية المعروفة جمهورية العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الكوفة كلية الفقه قسم الشريعة والعلوم الإسلامي في أول صفحة في أول صفحة الصفحة السابقة صفحة عنوان هذه الأطروحة في أول صفحة بعد صفحة العنوان بدأت الأطروحة بآية من الكتاب الكريم هذه الآية فيها خطأ إملائي وفيها خطأ نحوي في ما جاء بعد الآية الآية هي الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الزمار الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هناك خطأ نحوي فلفظ الجلالة وضعت عليه الفتحة فوق الشدة ولكنهم بعد ذلك ألحق الكسرة بلفظ الجلالة فبقي الخطأ موجودا و الصحة أما الآية وأولئك هم أولو الألباب فأولو كتبت من دون الألف في آخرها فهذا خطأ إملائي واضح في الآية صدق الله العلي العظيم لفظ الجلال الله لم يضع عليه الضم وإنما وضعوا الفتحة فوق الشدة ما هذه أطروحة دكتورا في علوم الشريعة قطعا قطعا محمد رضا السيستاني اطلع عليها قبل نشرها هو يتابع هذه الأمور خوفا على سمعته قطعا اطلع عليها لكن الرجل يبدو ليس دقيقا لماذا لم يشخص هذه الأخطاء في أول صفحة في آية قرآنية أنا لا أتحدث عن كلام كتبته طالبة الدكتورا فهذا شيء طبيعي تكون هناك الأخطاء الكثيرة حتى لو أنني كنت أنا الذي قد كتبت هذه الأطروحة هناك الأخطاء الإملائية الأخطاء النحوية حتى وإن دققت الرسالة تدقيقا كاملا أنا لا أتحدث عن هذا هذا شيء عادي في أجوائنا خصوصا في الأجواء الشيعية لكنني أتحدث عن آية من آيات القرآن وقد كتبت لوحدها في أول صفحة من صفحات هذه الرسالة هذه الأطروحة بعد صفحة العنوان قطعا محمد رضا السيستاني اطلع عليها قطعا الأستاذ الأول المتمرس قد اطلع عليها فإن الرسالة بإشرافه وتقديمه وهو الذي كتب مقدمة لها قطعا المسؤولون في الجامعة أو في دار الكفيل للطباعة والنشر قد تابعوا ذلك لكن الواقع الشيعية هو هذا آية قرآنية وحيدة ما استطعتم أن تدققوها بشكل صحيح فجاء الخطأ الإملائي فيها وجاء الخطأ النحوي في صدق الله العلي العظيم وجاء الخطأ النحوي في البسملة وأبقي الخطأ وصحح وضعت كسرة تحت لفظ الجلالة ولكن الفتحة بقيت موجودة في البسملة ثم يأتي الإهداء من الباحثة لا ألومها ما هذا هو الموجود في الأجواء الشيعية هذا إهداء رخيص لا يتناسب مع إمامنا الصادق الإهداء إلى زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه عليه السلام كما جاء مكتوبا أي مدرسة هذه هذا منطق البتريين في النجف هناك مدرسة الخلفاء وهناك مدرسة أهل البيت مثل ما مر علينا في كتاب عن حديث الكساء لمرتضى العسكري حديث الكساء في مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت كتابه المعروف معالم المدرستين مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت هذا المنطق منطق ضلال أعواج حينما نتحدث عن مدرستين يعني أننا نساوي بينهما فالسقيفة لها مدرستها والعترة لها مدرستها أي منطق هذا وأي ضلال هذا لكنني لا ألوم الباحثة فهذا هو منطق الثقافة في النجف وعند الشيعة عموما سود الله وجوههم وجوه الشيعة على ثقافة الضلال هذه يأتي الشكر والامتنان وهذا عرف في رسائل الدكتورة كاتب الرسالة صاحب الأطروحة يشكر الأشخاص الجهات الذين وقفوا معه وأعانوه وساعدوه وشاركوه في كتابة هذه الأطروحة الباحثة تحت عنوان الشكر والامتنان بدأت بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله لما أنعم علي وأمكنني من إتمام هذه الأطروحة وتيمنا بقوله تعالى لأن شكرتم لأزيدنكم تبدأ بتقديم الشكر تقدمت بالشكر من الجميع باستثناء إمام زمانها باستثناء محمد وآل محمد هي بدأت بحمد الله والثناء عليه ثم ثنت أتقدم بالشكر والامتنان إلى أستاذ الجيل والدنا الكبير الأستاذ الأول المتمرس العلامة الدكتور محمد حسين علي الصغير الذي كان لآرائه السديدة إلى آخر الكلام ثم توجهت بالشكر والامتنان إلى عمادة كلية الفقه وقسم علوم القرآن والحديث الشريف وقسم الدراسات العليا وإلى الأستاذ الدكتور علي خضير حجي عميد كلية التربية وإلى جميع الأساتذة الأفاضل وإلى ملاك الكلية وأساتذها وأهلي وزوجي تقدم الشكر لأهلها وزوجها وابن أختي ولابن أختها وجميع زملائي فلهم جميعا مني خالص الشكر والامتنان فجزاهم الله خير الجزاء الباحثة لقد شكرت الجميع وما شكرت إمام زمانها لا ألومها وحق الزهراء لا ألومها هذه ثقافة النجف هذه ثقافة النجف غريب أن أبدأ برامجي بالسلام أولا على صاحب الزمان غريب هذا على ثقافة الشيعة في العراق بل على ثقافة الشيعة العرب عموما غريب هذا على ثقافة مراجع النجف غريب أن أبدأ الحديث يا زهراء غريب أن يكون كلامي مشبعا بذكرهم صلوات الله عليهم هذه ثقافة النجف هذه ثقافة السقيفة بني طوسي هذا التقديم من اللوقي الأول اللوقي السستاني الأول في النجف من الأستاذ المشرف على هذه الأطروحة هكذا يقول بعد البسملة هذه رسالة متميزة في عرضها وأسلوبها قد بلغت الغاية القصوى في دراسة الفكر الرجالي عند السيد الحجة السيد محمد رضا السيستاني دام ظله في ضوء مفردات كتابه المبتكر قبسات من علم الرجال هذا هو كتابه المبتكر كما يقول اللوقي الأول في النجف من اللوقيين السيستانيين محمد حسين الصغير هذا هو كتابه محمد رضا السيستاني قبسات من علم الرجال الجزء الأول والجزء الثاني وهذه الطبعة طبعة دار الوركاء الطبعة الأولى 2015 ميلادي إنها أبحاث السيد محمد رضا السيستاني جمعها ونظمها السيد محمد البكاء هذا الكتاب يقع في جزعين إذا ما كانت هناك من ضرورة أن ندخل محمد رضا السيستاني سنار القمر سأعود إلى كتابه هذا كي أحدثكم عنه كي أدخل في تفاصيله فهذا الكتاب قد ألف وفقا للطريقتين لطريقة الشوافع من جهة ولطريقة المستشرقين من جهة أخرى ولا علاقة لكل الذي في هذا الكتاب بمنهج العترة في التحقيق وبمنهج العترة في العقيدة والمعارف إنه على سر أبي إنه على سر مراجع حوزة الطوس في ضوء مفردات كتابه المبتكر قبسات من علم الرجال بأبعاده كافة وقد استوعب بحوثه يعني هذه الرسالة استوعبت البحوث وقد استوعب بحوثه الحديثية والرجالية معا الحديث عن هذه الرسالة وعن هذا البحث نذهب إلى المقدمة إلى مقدمة الرسالة والتي كتبتها الباحثة ميقولون المكتوب ينقر من عنوانه فماذا كتبت الباحثة المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وصحبه المنتجبين نحن عندنا الصلاة الناصبية البتراء حينما يصلي الناصب على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من دون أن يصل على آله الأطهار الصلاة البتراء سماها رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة البتراء وهناك الصلاة العوراء هذه التسمية أشتقها وأستنتجها من حديث لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه ذلك الرجل وقال له يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا وذكر أحد قتلت الزهراء وأحب فلانا فماذا قال له الرواية هكذا ورد فيها هذا اللفظ فلانا فقال إني أحبك وأحب فلانا وهو يقصد أحد قتلت الزهراء ماذا قال له أمير المؤمنين أما إنك لا أعوار إما أن تعمى وإما أن تبصر هذه الصلاة التي تجمع الصحابة مع الآل هذه الصلاة العوراء أمير المؤمنين أمير المؤمنين إما إما أن تعمى وإما أن تبصر والذي يبدو أن هؤلاء إلى العمى وليس إلى الإبصار هذا واقع حوزة الطوسي واقع الضلال أنا لا شأن لي بالباحثة مشكلتي ليست مع الباحثة الباحثة إما هي متورطة من حيث لا تعلم أو أنهم ورطوها من حيث تعلم لا شأن لي بها حديثي مع صاحب هذا الفكر العظيم ولا شأن لي أيضا باللوقي السيستاني الأول إنما أشرت إليه لأنه جزء من هذه المنظومة اللوقية صفحة 11 ماذا تقول الباحثة عن محمد رضا السيستاني أما السيد محمد رضا السيستاني حدثني بعض عارفي فضله إنه عبارة عن مكتبة متنقلة للعلوم الإسلامية ما المراد من العلوم الإسلامية علوم أهل البيت فأين أثارها لا وجود لها العلوم الإسلامية يعني العلوم النحصبية يعني علوم النواصب وهذا هو الذي عليه مراجع النجف وكربلا فعلومهم هي العلوم الإسلامية كما يسمونها وهي في الحقيقة علوم الضلال لأنها تتناقض تناقضا كاملا مع حديث الثقلين فحديث الثقلين هكذا أعطانا ضمانا رسول الله صلى الله عليه وآله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا العلوم الإسلامية التي هي عند مراجع النجف وكربلا تتناقض بدرجة مئة بالمئة مع حديث الثقلين وهذا الأمر أثبته عبر مئات ومئات من الساعات وعبر مئات ومئات من الوثائق والحقائق والدقائق يمكنكم أن تعود إلى برامج كي تطلع على التفاصيل إنه عبارة عن مكتبة هذا هو محمد رضا السيستاني إنه عبارة عن مكتبة متنقلة للعلوم الإسلامية فأين علوم أهل البيت هذا إذا سلمنا بصدق هذا القول وإذا كان فعلا هو مكتبة متنقلة للعلوم الإسلامية فأين آثار هذه المكتبة في كتب مطبوعة تأليف الكتب أمر هي العلم إنما يظهر على الألسنة وليس على الأوراق حقائق العلم تظهر على الألسنة ومن هنا فإن أئمتنا أرجعونا إلى الرواة إلى الذين يظهر علمهم على ألسنتهم وليس على الورق وحذرنا حذرنا رسول الله من أصحاب الدفاتر الذين يكتبون علمهم في الدفاتر ينقلونه من الكتب الأخرى هناك حكمة قديمة يتناقلها الحكماء أقولها لكم بعد الفاصل